خصائص الأعداد الحقيقية R العداد واحد واثنين وثلاثة وأربعة إلى ما لا نهاية نسميها الأعداد الطبيعية اللي هي بالانجليزي Natural Numbers يصير نرمز لها بالرمز N ولو أضفنا على الأعداد الطبيعية العدد صفر يصير عندنا الأعداد الكلية اللي اسمها بالانجليزي Whole Numbers يصير نرمز لها بالرمز W يعني ما يفرق بين الأعداد الطبيعية والكلية إلا الصفر ولو أضفنا الأعداد سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة إلى سالب ما لا نهاية على الأعداد الكلية يصير عند الأعداد الصحيح ونرمز لها بالرمز Z يعني الأعداد الصحيحة تحوي الأعداد الطبيعية والكلية بالإضافة إلى سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة إلى سالب ما لا نهاية ولو أضفنا الكسور زي اثنين على ثلاثة وسالب سبعة على ثلاثة وفاصلة مية خمسة وعشرين على الأعداد الصحيحة صارت عند الأعداد النسبية اللي نرمز لها بالرمز Q خلينا ناخد العدد ثلاثة مثلا نلاقي أن الثلاثة هو عدد طبيعي وبرضو يعتبر عدد كلي وعدد صحيح وعدد نسبي لأنه ممكن نكتبه ثلاثة على واحد وناخد مثلا العدد سالب ثلاثة هو عدد نسبي لأنه ممكن نكتبه سالب ثلاثة على واحد وهو عدد صحيح لكنه ما هو عدد كلي ولا هو عدد طبيعي وناخد مثلاً 1 على 2 هو عدد نسبي لكنه ليس صحيح ولا كلي ولا طبيعي لكن خلينا مثلاً ناخد العدد 6 على 3 نعرف انه 6 على 3 ناتجها 2 والاثنين نعرف انها عدد طبيعي يصير 6 على 3 نعتبر عدد طبيعي طيب خلينا نشوف مثلاً الجذر التربيعي للاثنين الاثنين عدد غير مربع يعني ما في عدد أضربه في نفسه يطلع الاثنين يصير جذر الاثنين نسميه عدد غير نسب ونرمز للأعداد غير النسبية بالرمز i وكمان زي الجذر التربيعي للثلاثة وكمان زي الجذر التربيعي للخمسة وكمان الجذر التربيعي للستة والباي أيضاً نعتبره عدد غير نسب لكن لو شفنا الجذرة التربيعي للـ 25 نلاقي أنه الـ 25 عدد مربع ناتج من 5 في 5 يعني أنه الجذرة التربيعي للـ 25 حيساوي 5 يصير نقول على الجذرة التربيعي للـ 25 عدد نسبي وكل هذه الأعداد النسبية وغير النسبية نسميها الأعداد الحقيقية اللي اسمها بالانجليزي Real Numbers ونرمز لها بالرمز R خلينا نقال نحي المثال فهذا السؤال بيقول حدد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي أول عدد أعطاني سالب 23 سالب 23 تنتمي للأعداد الصحيح يصير هي تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة وبرضو تنتمي لمجموعة الأعداد النسبية لأنه ممكن نكتبها سالب 23 إلى 1 وبرضو تنتمي للأعداد الحقيقية لأن الأعداد الحقيقية تحتوي على جميع الأعداد لكنها لا تنتمي للأعداد الطبيعية ولا للأعداد الكلية ولا تنتمي للأعداد غير النسبية نشوف الرقم اللي بعده جذر 50 جذر الخمسين تنتمي للأعداد غير النسبية لأن الخمسين عدد غير مربع وتنتمي برضو لمجموعة الأعداد الحقيقية نشوف العدد اللي بعده سالب 4 على 9 سالب 4 على 9 تنتمي لمجموعة الأعداد النسبية Q عشانها بسط مقام وبرضو تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية R نشوف العدد اللي بعده سالب 185 هذا العدد ينتمي للأعداد الصحيحة Z واللي أكبر منها اللي هي الأعداد النسبية Q والحقيقية R وبعده سالب الجذر التربيعي 49 الجذر التربيعي للتسعة وربعين هو سبعة وعندنا هنا سالب صار الناتج سالب سبعة وسالب سبعة تنتمي إلى Z وQ وR العدد اللي بعده جذر 95 95 عدد غير مربع ما في عدد تضربه في نفسه يعطيك 95 يصير الجذر التربيعي للـ 95 ينتمي إلى مجموعة الأعداد غير النسبية I ومجموعة الأعداد الحقيقية R اللي بعده سالب سبعة لثمانين لأنه كسر يصير ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية Q والحقيقية R إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه